مرحبا و مرحبا بفيديو جديد في فكرة جديدة هذا الفيديو سوف نقوم بعمل السدر أول شيء ممنوع للأطفال لأنه سوف نستخدم مكونات غير صريحة للأولاد الصغار ثاني شيء هذا ليس داوع لنتفاهم كلياتنا بس لما نكون أخذين شبقة هوا مثل ما صاير فيه أنا هلا كبديل نوعا ما للفيكس المكونات بدنا زيت الزاتون وقد نستخدم زيت الزاتون كتير منيحة شمعناحل الي راح يحبسنا زيت وبانجاوها في لورات المобразي كتير من النعناع الفلفولة إذا ما عندكم فيكن تستخدم زيت أساسية west ق opera البيبرمنت ولا نعناع الفلفولي بس هذول مفيدين كتير مفيدين وكتير حلوين بيستخدموا بيجي كتير اشياء مثلا السكروب تبع الاجل تبع الجسم بس هون راح نستخدمه يعطينا هايدي الاحساس بالسخونية والبرودة and then راح استخدم زيت اساسي من اليوكاليبتس سو اذا ما عندكم المنثل كريستلز فيكن تستخدمو هايديول الزيتين زيت اساسي الاوكاليبتس والبيبرمنت بس بكمية كتير 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 صغيرة لانو they are very very strong اول شي ارا حزين ولا زنت زيت الزيتون حيالله زيت الزيتون بيمشي حالها البراندي is not important بالمرأة انا بجيبها طبعا من السوبرماكت فيكن تستخدموها يلا زيت بس زيت الزيتون بتمقلت بالاول كتير منيحة البيز واكس ولا شمع الناحل هو اللي راح يعطي التصلب وصلابة للبالم وهي دول هني المنثل كريستلز ولا باللورات النعناع الفلفولي عامنين مثل كريستلز انا بيشتريهون من برامبل سوريا عفوا من امازون الصبايا اللي بتسألني على اللينكات ما عندي لينكات بتكتبو مثلا المنثل كريستلز بامازون راح يطلع لكم نفس البرودكت من عند كتير ناس بتبيعو انتو بتختارو هلا بالنسبة الازيت الاساسي من اليوكاليبتس فيه تابعو لناو فيه تابعو لهدي مياه روما وطبعا راح نستخدم شوي من زيت الفيتامين اي هيدا اختياري لما يزنخ معانا المنتج بعدين زدت الشمع على الزيت وحطيته بالمايكرويف لا يدوبو بالنسبة للكونتينرز فيكنت يستخدمو تابع الديودورنت ولا هيدول العلب انا اول علب اشتريتهم من عند اخر لعنقود لما كنت بمصر شهر الثلاثي هيدول هني سعر هون 12.5 جنيه او هيدول انا اشتريتهم السنية اللي فاتت من محل اسمه شامرو بمدينة ريحاب متل ما عم بتشوفهم دورين و سعر هون 17 جنيه فيكنت يستخدمو حيالا كونتينر بس هيدول حسيتون ده very cute ومنون غاليين ابدا ودي لوك very professional بعد ما داب الشامر بدكن ديرو حالكن ولا ديرو بلكن لا ما تحقوق ايديكن بدنا نستنى ليصير اقل من مئة وسبعين درجة فارانيت كل شوي عم بقلب ليتسقع شوي لا اقدار زيد المنتج كريستلز بدو يكون بعدو سخن يعني اكتر من مئة وستين درجة فارانيت عدا هيك الكريستالات ولا البلاورات ما راح تدو بدها سخونية عندان راح زيد هلأ متل ما عم تشوفوا درجة بيدوبوا بعد كم ثانية راح زيد الفيتامين اي تقريبا خمس نرقات ورح زيد زيت اساسي يوكاليبتس اذا بدكن ولا ما عندكن المنتج كريستلز فيكن تستنوا لتزيدوا كل شي سوا مع بعض وضلت عم بخلط تقريب 30 ثانية لتأكدت انه كل المكونات امتزجوا مع بعض هون وبعد هيك راح صب هون انا عملت اكزاكتلي الكميلة قالبين يعني 2 كونتينرز فيكن تزيدوا اكتر فيكن تحطوها ولا تقسموها على 2 لتجربوا المنتج لتشوفوا اذا راح يعجبكن ولا لا وبيصير ولا بيتجمد بعد تقريبا دقيقة ولا دقيقتين مش اكتر وبتصير العربي باردة منا استخني ابدا وبدنا نغطيها نتأكد انه لازم نغطيها لانه لما يتبخر المنتج الكريستلز فضعوا لي ما راح نتركها 3 ساعات و 4 ساعات هي بعد شوي هلأ الطريق الاستعمال بناخد شوي وطبعا بندهنه على صدرنا ليعطينا غليف من هيدا البرد وهيدا الرشحة يلي عندنا ودات صبا وتتبس كمية كتير صغيرة كتير كتير صغيرة بتوفي بالغرض هيدا هو القروب تبعي بالفيسبوك في صبايا وشباب من جميع انحاء العالم تقريبا القروب فوق 17000 شخص من دول عربية وغير عربية اذا بدكم تسألوا على الخامات ببلادكم ولا عندكم اي سؤال الصبايا بتساعد الشباب بيساعدوا انا اذا عندي المعلومة ما ببخل فيها طبعا يعرب بيكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة بشوفكم فيديو جديد وبرجة اكد على هيدا الممنوع المعلومة انه ما نستخدموه على الولاد الصغار يمكن اقلم 13 سنة يعني بدنا نستخدموه على الكبار بيكون احسن لانه الولاد الصغار بتكون تاخدوهن عند الطبيب لانه هيدا هو اسلام حل باي باي